لقينا بعض الدعم للكابتن اهاب جلال كل كلام ده ان فيه دلوقتي دعم الكابتن اهاب جلال من نجوم سواء بقى نجوم سابقين او نجوم حاليين كابتن احمد حسان ميدو تلعب وتكلم قال ان انا بدعم كابتن اهاب جلال انه احد المدربين المصريين ومدربين الفنين المصريين اللي موجودين في الوقت الحالي دات ريزي جي انا بتكلم على كابتن ميدو لكن دات ريزي جي برضو احد اللاعبين المتوجدين في الوقت الحالي ونجوم منتخذنا الوطني ومن خلال برضو تويتالي بدعم فيها كابتن أهاب جلال الخلوق المحترم اللي بيتشرف دايما في التدريب معه مدرب كبير يعني ده كلام كابتن محمود حسن تريزيجي في نفس الوقت أحمد حسن مميدو بيدافع كمان عن المدربين المصريين لأن فكرة إقالة مدرب مصري بعد وجوده لمدة أسبوعين فقط هي هتبقى على مفارقة في التدريب بالنسبة للمصريين لمنتخب بلادهم ممكن ما نشوفش المدة طويلة المدربين المصريين يبقوا متواجدين خالص لأن هتيجي تجيب كوادر أو عملت كوادر يعني الكوادر يعني تتعدى على الإيد ويمكن كمان يعني أقول مفيش يعني قدامهم وقت مش هقول مفيش قدامهم وقت كبير جدا عشان يبقى أولا يبقى القبول اللي موجود جامهيرين وده أهم شيء شيء مهم جدا للمدير الفني ويبقى عنده قبول ودعم جماهيري من كل جماهير مصر هو ما كانش موجود للأسف للكابتان أهاب جلال ولا كان حتى ساعتها لما كابتان حسام البدري كان موجود ما كانش عنده النقطة دي وبالتالي عشان توصل للمحالة دي ده محتاج برضو وقت طويل على الجانب يؤخر بالجزء الفني جزء الشخصية حاجات كتير جدا جدا للأسف الكوادر ما كانتش موجود على الجانب يؤخر بقى مدام احنا بنتكلم عن الكوادر الكوادر الإدارية يعني أنا بشوف يعني منه لله اللي خلص على الكرة مصرية في فكرة عدم وجود كوادر إدارية أو كوادر فنية دي نقطة مهمة عندنا عندنا ناس كويسة جدا بس زي انت أهلتهم في الفترة الفترة أو كنت بتحاول تأهلهم ان هما يبقوا متواجدين في وقت من الأوقات يبقوا أصحاب قرار وعندهم فكر وعندهم فيجين وعندهم رؤية وتخطيط عشان يوصلوا ليه ان هما يبقوا متواجدين على الساحة كمسؤولين ياخدوا قرارات بشكل جيد جدا وده اللي احنا يمكن ما شفناهوش في الوقت الحالي وفكرة انك تبقى انت المهيمن فقط على القرارات داخل اتحاد الكورة أو على الكورة المصرية لو حد صاحبك ولا حبيبك معك بيسندك يبقى هي دي النقطة اللي موجودة بالنسبة لك وبتبعد اي حد ممكن يبقى فيه الرمأ انه يبقى متواجد ككادر من الكوادر اللي ممكن تبقى متواجد الكوادر انا بتكلم الكوادر اللي انا بتكلم عليها لازم انا من وجهة نظري مش فقط تكون لعيب الكورة عشان بس نبقى متفقية لازم يكون على اقل مارسها في نفس الوقت اتعلمها عنده التالنت وعنده الشخصية والقوة والرؤية انه هو يتخذ قراراته بقوة ويبقى عنده موقف محدد وموقف قوي وصلب عشان يبقى من الكوادر القوية وده بيتم انتقاءه ومصر مليانة محدش يقول لي مفيش لا مصر مليانة بس انت اللي عايز كنت كده انت اللي كنت عايز تبعد الناس بالشكل كده واحنا هنعاني هنعاني لفترة طويلة لكن ان شاء الله بلدنا مليانة كوادر كبيرة خانيا اروح لكابتن زاكي عففتاح من امريكا عن طريق سكايب وحادثنا عن المنتخب الوطني ومباراة كوريا القادمة التجربية المهمة طبعا لمنتخب كوريا لمنتخب مصر عشان نقدر نقف على بعض الاخطاء والمشاكل اللي ممكن حدثت في الماتشين اللي فاتوا في مباراة غينيا ومباراة إثيوبيا كابتن زاكي اتحاتي كابتن زاكي